اكدت الحكومة اليمنية رفضها القاطع للابتزاز الذي يتعرض له القطاعين التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الايقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه ميليشيات حوث الانقلابية الارهابية المدعومة ايرانيا جذلك في بيان مشترك صادر عن وزارتي النقل والصناعة والتجارة خلال اجتماع موسع عقد في العاصمة المواقعة عدن ونبه البيان التجارة بانه لا يوجد وي تعديل في اجراءات دخول البضائع الى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة وان الشائعات المنتشرة هي محظ كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الاليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعية والامم المتحدة وتوعد البيان باتخاذ اجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والاجراءات الحكومية وكذا التجار ووكلاء الملاحة والمخالفين لتلك قرارات والاجراءات مؤكدا اعتزام الوزارتين انتخاذ اجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة بما يضمن سهولة ويسر وصول البضايع ورفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة وحذر البيان من الانجرار وراء اشاعات الميليشيات الحوثية الهادفة للتملص من الالتزامات بتطبيق الاجراءات القانونية المعمول بها وتحت اي مبرر كون تلك او ذلك سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية وصولا الى الادراج بالقائمة السوداء اشتركوا في القناة